بسم الله الرحمن الرحيم تم عقد الاجتماع الدوري للجلسة الاعتهادية المرقمة 46 لهذا العام 2021 والمرقمة 81 لعمر الحكومة الحالية قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضاً عن الأوضاع والمستجدات في البلد أمنياً وسياسياً واقتصادياً وتم التأكيد على أهمية الاستمرار بالإصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة الحالية في جميع القطاعات ومنذ بدء تشكيلها حيث ساهمت هذه الخطوات الجريئة في تحسين الأوضاع داخلياً وخارجياً إضافة للإشهادات الكبيرة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الحالية كما أشاد مجلس الوزراء باستضافة العراق لبطولة غرب آسيا للشباب تم مناقشة خطة القبول في الجامعات الحكومية والأهلية لطلبتنا في الاختصاصات الطبية والاختصاصات الساندة وتم توسيع اللجنة للخروج بقرار مناسب اتخذ مجلس الوزراء قرار بتفعيل البن ثالثاً الفقرة واحد من قرار مجلس الوزراء المرقم 13 لسنة 2019 بشأن توحيد الرسوم القمرقية في المنافذ الحدودية كافة وتم التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للقمارق عن تطبيق الرسوم القمرقية في الإقليم ويجري التعامل مع هذه البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة للقمارق وفقاً للقانون قرر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير التربية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين استثناءاً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 2 لسنة 2014 قرر مجلس الوزراء تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لمرحلة الثالث المتوسط فقط من عدمه ولهذا العام الدراسي فقط شكراً